لدى استقبال سموه لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة القائمة مع السلطة التشريعية وتذليل أي عقبات قد تقف أمام تنفيذ المشروعات القائمة أو تلك التي سيتم تنفيذها والتي غايتها صالح الوطن والمواطنين وأشهد سموه بالتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة التي تحرص دوما على تلبية احتياجات المواطنين مؤكدا سموه أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من المشروعات الخدمية في المجالات الصحية والتعليمية والإسكانية وغيرها وأكد سموه حرصه على أن تنال كافة المناطق نصيبها من المشروعات التنموية في المجالات المختلفة وقال سموه أن تلبية تطلعات المواطنين تمثل أولوية ولا نقبل بأي تأخير في أي مشروع أو أن تمس كرامة المواطن في سبيل حصوله على أي خدمة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل في قصر الإغضابية صباح اليوم معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب السابق وعادل من السادة أعضاء مجلسي النواب والشورى حيث تطرق سموه معهم إلى العديد من قضايا الشأن الوطني وخلال اللقاء عرب سموه عن ارتياحه إلى الزيارة التي قام بها سموه مؤخرا إلى مجلس النواب وما لمسه خلالها من حرص من السادة النواب على تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يخدم المصلحة الوطنية ويلبي تطلعات المواطنين على كافة المستويات وهنأ سموه معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب بمناسبة اختياره ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العمل العام والخيري والاجتماعي على مستوى العالم العربي من قبل مؤسسة المنجزين العرب للتنمية بجمهورية مصر العربية مؤكدا سموه أن هذا التكريم هو موضع فخر واعتزاز ويعد تكريما لجميع البحرينيين وخطب سموه الحضور قائلا نحن وإياكم شركاء ونعتز بدوركم وهي مسؤولية حملكم إياها الشعب وغايتنا جميعا هو مصلحة بلدنا ولدينا الكثير لكي نقوم به من أجل شعبنا وبلدنا وأضاف سموه علينا أن نتعاون جميعا في كل ما من شأنه الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ونكون على يقين بأنه لا توجد مشكلة إلا ولها حل وسنعمل على إيجاد الحلول التي تضمن لشعبنا وبلدنا ديمومة التنمية والازدهار وشدد سموه على أهمية الاستفادة مما تنشره وسائل الإعلام بمختلف أنواعها في دعم مسيرة الوطن التنموية ولا نترك المجال لمن يريد أن يزرع الانقسامة أو يعطلنا عن استكمال ما بدأناه من عمل للارتقاء بالوطن وشعبه وأضاف سموه نحن قادرون على احتواء أي اختلاف في وجهات النظر الاجتماعي ويجب أن نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي ولا نتركها لمن يحاول استغلالها لأغراض غير وطنية مشددا سموه على ضرورة أن لا ننشغل بأي أمور تؤخرنا فلدينا الكثير من أجل بناء بلدنا في ظل أوضاع تعمل على إشغال الدول عنه الاهتمام بأولوياتها وأكد سموه أن شعب البحرين غني بأصالته وأخلاقه ويجب الحفاظ على تقاليده والتمسك بكل ما يعز التماسك والوحدة الوطنية ويحفظ للوطن أمنه واستقراره وشدد سموه على أن التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة هي نتاج سياسات تستهدف المنطقة وثرواتها واستقرارها وأن دول مجلس التعاون نجحت بفضل من الله في تجاوز هذه التحديات ولكن يجب أن نأخذ العبرة من التجارب التي مرت علينا وقال سموه أنه برغم من الظروف الاقتصادية التي تواجهها المنطقة والعالم إلا أننا نعمل جاهدين على أن لا تقف هذه الأوضاع حائلا دون تقدمنا أو عقبة أمام مساعي تطوير الوطن ونماءه وأشهد سموه بالدور الذي تقوم به المرأة البحرينية في مختلف مواقع العمل الوطني مؤكدا سموه أنهن أثبتنا كفاءة متميزة وقدرة على العطاء يجعلنا نفتخر ونعتز بهن من جانبه رفع معا لرئيس مجلس النواب أسماء آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء على تهانيه ومشاعره الصادقة مؤكدا أن التكريم الذي ناله في العمل العام والخير والاجتماعي يأتي ترجمة لمدى محبة كل مواطن بحريني لعمل الخير والتكافل الاجتماعي وأكد أن صاحب السموه الملكي رئيس الوزراء هو الرائد دائما وصاحب المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطال جميع المواطنين مشيدا بما يليه سموه من حرص واهتمام بدعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يسهم في تحقيق قموحات المواطنين وأشار رئيس مجلس النواب لأن زيارة سموه لمجلس النواب أعطتهم الدافعة نحو بذل مزيد من الجهد والتعاون مع السلطة التنفيذية من أجل الوصول إلى ما نرجوه للوطن وشعبه من رفعة وتقدم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة